سأقول لكم شوية تعبيرات للقدسين حتى لو النهاردة يعني الوجبة تقيلة شوية بس خلينا نغوص في عظمة فكر الأباء وازاي كانوا مستوعبين طبيعة المسيح الوحدة طبيعة الله الكلمة المتجسدة وهي طبيعة واحدة فمسلا باسيليوس الكبير يقول ايه لسنا نقول عن الابن أنه اثنان ولا نقول اللهوت منفاردا بذاته ولا النسود بذاته بل نقول طبيعة واحدة وأقنوم واحد بطرس لم يذكر بطبيعتين حين اعترف وقال المسيح تألم من أجلنا بالجسد دي في رسالة بطرس الأولى ومن جهة ولدته بالجسد الملاك الأم بشر قال ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب إذن كل تعبيرات الكتاب بتكلم عن شخص واحد أقنوم واحد من طبيعتين لكن الكتاب لا يتعامل أبدا بعد الاتحاد على لهوت ونسوت المسيح بأي شكل منفصل فكلمة اليوم ولدت عبي البسيليوس الكبير ليس يعلمنا أنه ابتدأ وجوده لأنه قبل الظهور كلها بل الأمر ظاهر جدا أنه يعلمنا أنه اليوم ولد كإنسان مثلا لما نروح لغريغوريوس الثيولوغوس اللهوتي يقول ليس الذي ولدته مريم إنسانا معرّم من اللهوت وإلى ظهر بدء لهوت في ولدته من مريم لأن له البدء والتمام والسلطان هو الله الكلمة من قبل تجسده ومن بعد تجسده ولدته العذراء هو هو هذا الواحد لم تنتقل طبيعة لهوت إلى طبيعة نسوت هذا كان تعليم غريب ولا طبيعة نسوت إلى طبيعة لهوت بل هو أقنوم واحد طبيعة واحدة سجد له المجوس لأن وحدانية الله الكلمة ليست بعد الطبائع ولا أقنهم قلت ولد من عذراء وحفظ أيضا بتوليتها وعذريتها بلا تغيير لتكون أعجوبة جعلها صادقة ومهدية لأمانة عظيمة هو ابن واحد يبقى الوحيد الجنس ربنا وإلنا مخلصنا يسوع المسيح طبيعة واحدة وأقنوم واحد من طبيعتين نص آخر مثلا القديس كيرولوس الكبير كيرولوس السكنداري يقول مصاحبة اللهوت للنسوت لا تؤدي بنا إلى شيء لأن بعض الهراطي قدعوا أنه صاحب اللهوت للنسوت لا نستخدمش كلمة مصاحبة دي أبدا إنما هو اتحاد واتحاد حقيقي وكامل لكنه زي بتعبير اتحاد أقنومي فهو أقنوم من طبيعتين لكنه لا يظل في أي انفصال لكن بغير تغيير بغير انقسام بغير اختلاط لا تؤدي بنا مصاحبة اللهوت للنسوت إلى شيء بل هي فارغة وبلا قيمة بل تعني نهاية هذا السر الملوك كيف يكون السر التقوي عظيما ومستحقا للإعجاب إذا كنا نؤمن بأقوال هراطق مدعينا بأن إنسانا اتصل بشكل عارض بالله الكلمة فالاتصال بين اللوت والنسوت مرفوض المصاحبة كلمة مرفوضة لما هو اتحاد حقيقي ثم مات وقام وصعد هذا ليس تعليما مسيحيا بل نعمل الخرافات اليونانية القديمة التي هي تأليه أبطال الحروب يعني لو أن الإنسان يسوع اتحد باللهوت ده زي الخرافات اليونانية لما كانت الألهة تتحول من إنسان إلى إله ذلك إذا لم يكن الإبن الله قد اتحد بالنسوت بل حدث مجرد اتصال بين الكلمة وإنسان ثم كافى الإبن بعد ذلك هذا الإنسان الذي اتصل به وأعطاه عرش الألوهية حيث يقف لخدمة الملايكة والسرفيم وهؤلاء أعلى في الردبة من الإنسان الذي كفاه الإبن بعرش الألوهة إذن تاني القديس كيرولوس بيؤكد أن تعبيرات اتصال أو مصاحبة أو ارتباط كل دي تعبيرات لا تعبر عن حقيقة الطبيعة الوحدة للكلمة المتجسد هل يليق إذن أن يقف هؤلاء لخدمته يعني الملايكة يخدموه زي وهو كان مجرد إنسان تأله وليس الإبن الحقيق بل مجرد إنسان صار غنيا بسبب اسم البنو الذي ناله واشترك فيه وهو أصلا ليس له بل هو مثلنا نحن الذين اتخذنا نصيبا في الكرامة الإلهية ألا يخجل هؤلاء الهراطقة من هذه الإدعاءات مرة تاني كيرولوس الكبير يقول إن الكلمة يعطي جسده من صفاته حتى إننا يمكن أن نقول بسبب الاتحاد أن الجسد نزل من السماء لأن الكلمة عندما اتحد به جعلوا واحدا معه إننا نقول إن الله الكلمة ولد من امرأة حسب الجسد رغم أنه هو نفسه يعطي الميلاد لكل البشر إذن ربنا يسوع ظل إلها على حاله ما زال إله يحكم هذا الكون كله بعد اتحاد وبالتناسوت صفاته الألواء وهي ما زالت مستمرة كما كانت ترجمة نانسي قنقر